الكل على أعلى درجات التركيز الكل عنده قدر كبير جدا من الثقة الكل متحلي بروح الفانيلا الحمراء أي وجوه هتشوفوها هتقرؤ على ملاوحها كل هذا التركيز احنا مقدرين ان الجمهور عنده كل هذا التراقب بالمناسبة يمكن في الفاصل مهندس عدلي كان بيتابع الصفحة بتاعته وقال ان من الحاجات الملاحظة جمهور الاسماعيلي هتفت في المباراة الأخيرة ليهم مع عادة دجلة اللي بنتمنى له من شاء الله يكتزوا هذه الكبوة لان الاسماعيلي فريق كبير جدا وفريق كبير فريق جميل كمان ما يستحقش هذه الوضعية نتمنى ان شاء الله انه يكتز هذه الكبوة في هذه المباراة جمهور الاسماعيلي هتف للأهلي وشجع فريق النادي الأهلي ويلا يا أهلوية شده حلك شوية دي حاجة جميلة جدا وشوفنا الحلقة الماضية لمداخلة الكابتن سيد بزوكة معنا النادي الأهلي كان بيعملوا مع الاسماعيلي لكن كما شايفين حضراتكم باستمرار محاولات للوقيعة مستمرة أيضا يمكن طالع المهندس عدلي كثير من رسائل جمهور الزمالك اللي بيعلن مسندته للعابة النادي الأهلي ورفضوا أي مساس أو ما يعكر صفه جماهير النادي الأهلي اللي سافرت ورا فريقتها إلى تونس بنأكد للجميع وبنتم إنكم إن المسألة كلها تحت الإجراءات السليمة جدا مصر و تونس بلدين شقيقين أو بينهم من العلاقة الحميمة ما هو مميز تاريخيا الآن لو الترجع على الخصوص كمان عندهم علاقات طيبة جدا دايما قوة المنافسة موجودة شدة الصراع على حيازة لقب قر كبير جدا وتأشيرة المشاركة في كأس العالم مسألة مهمة جدا ومحل اعتبار واهتمام